اشتركوا في القناة المساكين، الحزانة، الجياء والعطاش، المضطهدون والمطردون الرب يسوع دياخذ المستمع الى مكانه اعلى من المتوقع اللي تعلمناه انه مهم نعيش بسلام ونكون مسالمين مع الناس فهذا يكفي لكن المسيح بياخذنا لعمق جديد وبيخلينا في تحدي انه مو بس نعيش بسلام او نكون مسالمين لكن ان نصنع السلام اي نبني جسور بين العداء والمخاصمين ونعمل اعمال ايجابية للمجتمع نعمل على المصالحة وعدم زراء الضغينة والكراهية المسيح ايجا لعالمنا لكي يسوي سلام ومصالحة بيننا وبين الله بسبب التعدي وعلى تعاليم الله صرنا اعداء لله ولكن الكل من الله مكتوب الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة اي ان الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم ووضعا فينا كلمة المصالحة كورنثس الثانية وصحة الخامس صانع السلام ما حد يقدر ان يسوي اللي ما عنده السلام على ما ان تكون صانع السلام لازم يكون انت عندك سلام مع الله وهذا هو دورنا هاليوم انه نعمل ونصنع السلام بين الشعوب بين القبائل بين الدول لكن بنفس الوقت انه نصنع السلام بنوصل الناس للسلام مع الله انطانا هالخدمة كمؤمنين انطانا هالامتياز انه نقدر نوصل ونقدر نصنع السلام بين الانسان وبين الله عن طريق عمل اللي عمله الرب يسوع المسيح احنا مجرد صانعين السلام بنجيب الناس للرب ونصلي من اجلهم لكن قبل ما تقدر نسوي هذا الشيء انت محتاج نكون عندك سلام مع الله بيسوع المسيح هل عندك سلام مع الله اليوم اقبل الرب يسوع المسيح اللي هو صالحنا اللي هو كان الوسيط الوحيد بين الله وبين الانسان بسبب عمله وبسبب طبيعته الالهية والرب يبارك حياتك ويعطيك سلام بكل الاوقات اشتركوا في القناة